اكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن المواطن هو محور كافة المساعد التنموية ومن أجله يتم وضع الخطط والمبادرات والعمل على التوظيف الأمثل لمختلف الموارد بما يسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات وفق المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه ونوهم علي خلال لقائه عن بعد رؤساء تحرير وممثلي صحف المحلية إلى أن استدامة الصناديق أولوية لحفظها لصالح المواطنين مشيرا إلى أن الإصلاحات الطارئة ومن خلال المرسوم بقانون جاءت لحفظ الصناديق التقاعدية لصالح المواطنين وهذا ما تصب إليه قرارات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله والمتابعة المستمرة لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله وأطلع معا للوزير الحضور على آخر المستجدات المتعلقة بالصناديق التقاعدية والتأمينية وأليات استدامتها عبر إجراء الإصلاحات الطارئة معربا عن تقديره لما تقوم به الصحف المحلية من أدوار وطنية هامة ومستمرة لمواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات لصالح الجميع